موسيقى مجز لأهم الأنباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة عن رفع الوة القاهرة عن كل صدرات النفط في ليبيا وأن أول نقلة للنفط ستكون سفينة كريتي بايستون وستحمل عبوتها من ميناء السدرة النفطي المؤسسة أضافت أن زيادة الإنتاج التدريجية ستأخذ وقتا طويلا نتيجة الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية النفطية بسبب الإغلاق الذي قرب سبعة أشهر وفي هذا السياق أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن سعادته لعودة ضخ النفط والجدير بالذكر أن المؤسسة قالت أن الأضرار التي تسبب بها الإغلاق قد تصل تكلف صيانتها إلى مليارات الدنانير أكدت مصادر من مدينة هون أمس الخميس مقتل مواطن بالمدينة على يد الكتيبة 128 مشاء التابعة لمجرم الحرب حفتر وأوضحت المصادر أن الميليشيا 128 مشاء نفسها كانت قد خطفت المواطن طارق يوسف وأخاه منذ عدة أيام وزجت بهم في الزجن دون توجيه أي تهمة لهم مضيحة أن المواطن طارق قتل تحت التعذيب وأشارت المصادر أن هذه الانتهاكات المتكررة من قبل ميليشيات حفتر جعلت شباب مدينة هون يطلقون النار على أي تعربة لميليشيات حفتر ذكرت صحيفة وولد ستريت جورنال الخميس أن ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية تحققان في صفقة مشبوهة بين فانزويلا ومجرم الحرب حفتر وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين أن محققين من حكومتي ترابلوس وواشنطن يتعقبون رحلة لطائرة تتبع مجرم الحرب حفتر يشتبه بحملها الذهب من فانزويلا يتم إداعها على ما يبدو بخزائن سويسرا والإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن البنك المركزي البريطاني سبق له وأن رفض طلبا لنظيره الفانزويلي إعادة نحو 1.2 مليار دولار من احتياطي الذهب التابعي لفانزويلا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيل 74 إصابة جديدة بفايروس كورونا المركز في بيانه أوضح أن الإصابات توزعت على 10 مدن ليبية كان منها 32 إصابة جديدة و35 منها لمخالطين بالإضافة إلى 7 حالات عائدة من مصر وأعلن المركز شفاء حالة واحدة ووفاة اثنتين يصل بذلك مجموع الحالات المصابة إلى 1342 شفيا منها 307 حالات وتوفيت 38 حالة مصابة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الموجز دمتم في حفظ الله ورعايته شكرا